منزلة الشهيد في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال أولا يغفر له عند أول قطرة من دمه يعني في أول قطرة كده ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له كل زنوبه عشان نعرف قد إيه منزلة الشهيد منزلة عالية في الإسلام ويرى مقعده من الجنة الله شوف كده ما كانوا في الجنة فيه بعد ذلك ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر كلنا بنقرأ في القرآن لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الشهيد يأمن من الفزع الأكبر بعد ذلك ويوضع على رأسه تاج الوقار شوف ركز في الحديث الياقوتة فيها خير من الدنيا وما فيها شوف عطاء ربنا سبحانه وتعالى للشهيد أدئيه ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة فيها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين وآخر حاجة ويشفع في سبعين من أقاربه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحية إعزاز وتقدير وإجلال لشهداء الوطن